حسن زيد مش هو إنسان يقتلوا وخلاصوا ونقضوا لا حسن زيد عايش دائما وعايش لسها عايش دائما عايش لسها عايش دائما وعايش لسكابوس بالنسبة لهم ما عايش لسها تخلصوا منه إن شاء الله عائلة حسن زيد تطالب المجهولة في صنعاء بالحماية لم يعود أمام هذه العائلة إلا أن تحتمي بوسائل التواصل الاجتماعي وصفحات المواقع الإخبارية كي تدرأ عن نفسها ذات مصير معيلها الذي قضى نحبه بنيران صديقة وهذا ليس تسريبا أو اكتشافا جديد بل واضح للعيان منذ أول وهلة أطلق فيها القاتل رصاصاته المركزة على صدر وزير الشباب السابق للحوثيين ماتت القضية بعد مقتل حسن زيد وتم نشر صور مختلفة لعدد من من أسماهم الحوثي قتله لم تعقد على إثر هذه الاتهامات أي جلسة في المحكمة ولم يخرج الحوثي للعلن بأي من التحقيقات الجارية بل اكتفوا بالترحم عليه في مناسبة المولد النبوي الشريف الذي أحيوه في السبعين ودفنوه وما كادوا يفعلون قد يره البعض طفوا لصراعات الأجنحة الحوثية بينما الواقع يقول أنه صراع بين مجلس الهاشمية الإمامية الرجعية وهواش مصعدة الجدد المرتمين في أحضان إيران والذي ما إن استقبلوا حسن إيرلو حتى قتلوا حسن زيد الذي كان يعد صريحا أكثر من اللازم في زمن يحاول الحوثي أن يحافظ على اتقاد شمعته وليس على استعداد لأدواجها غضبين أحدهما في الداخل عبر الإماميين والآخر في الشارع الذي يتجرع مرارة الجوع وينتظر إشعال ديسمبر من جديد مقتل حسن زيد يفتح ملفات عدة أبرزها مقتل عبد الكريم جدبان المؤسس إلى جوار حسن زيد لحزب الحق ويفتح ملف مقتل الدكتور المتوكل المنادي بالمدنية وتعايش الهاشمية في ظل الجمهورية ومقتل الدكتور أحمد شرف الدين الذي كان في طريقه لتوقيع وثيقة الحوار الوطني الشامل باسم مكون الحوتيين بل ومقتل الصحفي الخيواني الذي انحرف في وجهة نظر الحوتيين بما يسمونها المسيرة القرآنية مستكملا ما كان يعتقده ثورة في العام 2011 نجاح كل هذه الاغتيالات وفشل اغتيال إبراهيم الوزير الذي آثر بعد المحاولة الأولى الصمت على أن تنجح المحاولة الثانية ولا يقل شأنا عن يحيى الديلمي الذي لم تنجح عملية اعتقاله في مأرب وتم منعه لأكثر من مرة من أن يعتلي المنبر ليهد الحوتي مسجد النهرين ومنبر الديلمي في ليلة وضحاها هم كالإماميين القدامى تنهشهم الصراعات بعدما ارتعوا في عرق القرابة من النبي سبيلا للوصول إلى السلطة والتسلق على ظهور اليمنيين ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويخلص اليمنيين من شرورهم فإن لم يكن عاجلا بطلقات ثائر فبسلاحهم الذي ما يفتأ أن يرتد إلى صدورهم فبسلاحهم 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 فبسلاحهم